السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هناخد اول فيديو للكتاب المعاصر ثلثة سنوي فاحنا دلوقتي بنعمل حل القواعد اللي موجودة في الواحدة السبعة من الكتاب وبناخد زمن المضارع التام البسيط ومضارع التام المستمر الجملة طبعا احنا هنحل بترقتين بطريقة الاختيار وبطريقة الاستباعات فركز معي ققم واحد my sister not at university for three years she comes home every weekend حلو قوي طيب هي الجملة هنا هتمشي مضارع ولا ماضي مش كده بقانيك هتلاقي في قمز قمز كده مضارع يبقى انها طيار الماضي يبقى انا هتير الماضي لانه ما ينفعش يجي مضارع مع ماضي قلّف وجود سنس يبقى مضارع تام وماضي بسيط طيب يبقى انت كده هتير رقم دي ماشي طيب ورقم سي هنتيرها طيب ليه علشان اصلا ما بيجيش في الاستمرار إذا كان مبني للمجهول يعني يجي بعديه تصريف ثالث وما فيش هنا تصريف ثالث يبقى هتخرج بره طيب الفضل عندي ايه وعندي بي طيب يبقى بيقول لي لمدة ثلاث سنين دي علامة من علامات المضارع التام اه يبقى هاز بين يبقى اللي جابها هاز بين يبقى ايه هتطلع بره يبقى اللي جابها بين وانا لو أحل من غير طريقة الاستبعاد لقيت فورس ري تا فورس ري ييرز يبقى انا عايز مضارع تام او طول يا اما مضارع تام بسيط يا اما مضارع تام مستمر رقم اتنين نقط I started my job I have met important people from all over the world هل وقاوي الكلام ده I started my job وقال I have met مضارع تام واللي بيربط بين الاثنين قلت كلمة sense خدها قاعدة كده يعني قاعدة sense بتقول ايه قاعدة sense بتقول مضارع تام وبعدين sense وبعدين مضارع تام او لو انت هتبدأ بsense هتجيب sense وتجيبه المضارع التام زي ما هو جايب دلوقتي يبقى الوحيدة اللي بتربط بين المضارع التام والمضارع البسيط هي sense يبقى رقم بي رقم تلاتة هزي style of painting over the years اه حلو او اه كلمة over the years علامة من علامات المضارع التام زي recently و lately دول علامة من علامات المضارع التام طيب فين المضارع التام هنا طبعا موجود في A و موجود في C have it changed و has it changed طيب his style مفرد ولا جامع مفرد رقم C طيب عايزين نعرف احنا ماخدناش البقيين ليه بقى الاول مش هناخد رقم A اللي هي have it changed لانها have it changed عايزة فعل جامع و انا عند ال style ده مفرد طيب change عايزة M او is او R او فعل من الافعال اللي بيجي بعدها ING مفيش طيب ايه زي changed مش هيتاخد ليه لان الجملة هنا مش مبنية للمجهول الجملة مبنية للمعلوم الجملة هنا مبنية للمعلوم رقم اربعة نجيب محفوظ books كتب نجيب محفوظ not into many language الكتب مالها و مال الفعل انا اول ما بجايحل اي جملة في الانجليزي بتبقى على ثلاث حاجات اول حاجة اول حاجة هل الكلمة اللي جايه في الاول قبل الفعل دي هي اللي عملت الفعل ولا لا لو هي يبقى الجملة معلومة لو مش هي يبقى الجملة مجهولة طاني حاجة بشوف الكلمة اللي جاي قبلى الفعل دي هي مفرد ولا جمعة لو مفرد بجيب لها فاعلة مفرد لو جمع بجيب لها فعلة جمع طيب تالت حاجة بابوس على الزمن بتاع الجملة. لو زمن الجملة مضاره يبقى الشوك التانى يبقى فعل التانى يبقى مضاره. لو زمن الجملة ماضي يبقى الجمل هتمشى في الماضي. الا مع مين? الا مع سينس. بطلت لك بتربط بين الماضي البسيط والمضاره التاني. تعال انت بقى الكلام ده. البوكس هيا اللي عملته الترانسيرات. لا. طبعا مش هيه اللي بترجم نفسها يا عام. مش هيه يعني انت في المجهول اه انا في المجهول. طيب فين في المجهول في الول بقى? لأ دي معلوم. دي مضارية تام معلوم. دي ماضي تام معلوم. طيب. اه دي مجهول طيب. لا دي معلوم. دي ماضي مستمر معلوم. يبقى الاجابة. طب تعال اجرب بقى كده. هي بوكس ايجام. اه. وهاف جام. يبقى كده الاجابة صح. طيب. البوكس مش هي اللي عملت ترانسليت. اه مش هي اللي عملت ترانسليت. ماشي. يبقى هاف بيين ترانسليت. طيب. رقم خمسة. تاني قعدة. لسنس. لسنس. بيقول لها بتجيب اتز وفترة زمنية وكلمة سنس. اتز وفترة زمنية وكلمة سنس. وبعد كده بتجيب جملة ماضي. يبقى فيها لاست والفعل الماضي. او ممكن تحذف لاست وتسيب الفعل الماضي بس. هاي. قادي اتز وقادي امانس الفترة الزمنية. وقادي لاست. وقادي فترة الماضي البسيط. يبقى لفضل ايه? فضل سنس. رقم بي. وفي القاعدة تندل. سنس بس هي اللي بتيجي. في قاعدة ارتباط الماضي البسيط بالمضارع التام. وقاعدة الاتز وفترة زمنية. وسنس واللاست وفعل ماضي بسيط. يعني ينفع شفور في الكلام. رقم ستة. دكتور براكات اس فاني. هي هايز عامل بقا نقاط الهاز كلينيج باي سكوتر. الله. بص بقاش كده. بص دكتور Ifarakat is funny. تعالا بقا طبق. الحاجات اللي احنا قلناها. طيب. هي هايز always. انت عندك has وعندك always ماشي يا سيدي بس انا عندي has وانعرف ان بعد have وهاز لازم يجي التصريف الثالث لازم يجي التصريف الثالث فين التصريف الثالث اللي هو قام رقم A جيب كده الاجابة قام ما تحلالي طريقة تاني ماشي حلالك وطريقة تاني فهو احنا ليه ما اخدناش being coming being coming ما هدي برضو تنفع تيجي بعد هاز اوه قلتلك اوه تنفع تيجي بعد هاز بس مش هتيجي مع اولوز خلي بالك اصل اولوز دي عايزة عادة مش عايزة استمرار مش عايزة فعلي مستمر طيب طيب ما ناخد يا كيم وانا شفت قبل كده ان اولوز بتيجي مع الماضي البسيط ايوة يا باشا بس انت عندك از مضارع مش بقول لك دكتور بركات از يبقى ما تنفعش طيب خلاص ياخدها قمز قلتلك ما هو فيه هاز ما ينفعش قمز مع هاز عايز تجيب قمز شيل هاز ماشي رقم سبع دكتور بركات اسفاني دكتور بركات مضحك برضو نفس الجملة بتاعت ستة تركز بقا هي اولوز دلوقتي سحب منك هازا هو سحب منك هازي يبقى انت دلوقتي في المضارع وسحب منك هاز وعايز اللي بعد اولوز طيب يبقى هاخد قمز اللي هي رقم دي طيب تعال بقى نشوف البقى لقى ليه كيم لقى مع ان كيم بتيجي مع اولوز في الماضي البسيط بس لقى ليه عشان في از احنا في المضارع طيب بين كامنج لقى يا حبيبي ما احنا قلنا بقى ان بين عايزة هاز بين عايزة هاز او هاز لان بين تصريف ثالث طيب اخد قم ما يمكن تكون هي دي التصريف الاول واحنا في المضارع قلتلك ماشي على انه راسي بس انت عندك هي مفرد يبقى انت لو عايز تجيبها هتجيب قمز مش هتجيب قم يعني سواء هي قم في التصريف الاول او في التصريف الثالث مش هتنفع لو هي في التصريف الثالث يبقى انت عايز هاف او هاز او هات طيب لو هي في التصريف الاول يبقى انت عايز تدامير هي ده يتغير يبقى مو يبقى جامع رقم ثمانية هي نقط انزاد بوروجيكت فور تو ييرز اند نوت فينشد طيب شوف فقى الكلام بقى بيقولك فور تو ييرز هو اشتغل على المشروع بقى له سنتين ولسه ما خلص يعني حدث بدأت في الماضي ولسه ما انتهاش لحد دلوقتي يبقى ده ايه ده اسمه مضارة تام مستمر ده اسمه مضارة تام مستمر اللي هو بيتكون من هاف وهاز وبين والفعل الانجي اللي هو رقم سي تعال نشوف الباقي لا اقل ايه طيب انا عندي فور تو ييرز بتدل على المضارة التان يبقى ويركت ده مضارة ماضي بسيط مش هتنفع طيب ام ويركينج برضو مش هتجي مع فور تو ييرز يبقى مش هتنفع و ام اصلا ما بيجيش معاه طيب هذ ويركت ما هذ ويركت ده فعل حدس في الماضي ولسه منتهى دلوقتي وانما ده المضارة التام حدس في الماضي ولسه منتهى دلوقتي اما المضارة التام المستمر لسه منتهىش وقال لك نوت فينيج يبقى رقم سيما رقم تسعة زافوريست فايرز فايرز الحرائق حرائق الغابات وفايرز الكلمة فايرز بتتجمع ممكن تبقى حريك وممكن تبقى حرائك. وانا هجيبها يا جماعة. ماشي. اول قائلة كده ان انت عندك فور وعندك فترة وعندك كلمة ناوي يبقى انت مستمر. يبقى انت ايه? مستمر. ماشي. we need a lot of rain. ادي كمان سبب اهو. يخليك في الاستمرار. بيقولك ان الحرائك بقيلها ثلاث سبيع الى الان. واحنا محتاجين مطرة ان احنا نطفيها. put them out. يبقى انت كده في المضارقة التام المستمر. اللي هو. have been burning. اللي هي رقم b. طيب. ما ناخدش ايه ليه مع المضارقة التام. عشان احنا بيقولك احنا محتاجين والحال السلسة مخلص. يبقى ما تنفعش. طيب. ما ناخدش هاز been burning. ليه? ما هي مضارقة التام مستمر. علشان هاز مفرد ومش هتجي مع الفيرز. لان الفيرز جامع. طيب. Hever net. برضو ما احنا قولنا بقى ان دي مطارقتان بسيط مش هتنفع. مش هتنفع ليه? علشان في الاحالس لسه مخلص. بص بقى على رقم 10. وهتلاقي الحلوة بتاعتها اللي مع رقم 9. بيوضح لك الحاجات ااااا. بالعكس بتاعتها. the forest fires. ماشي. قالي بقى جامعة هي. ماشي. يبقى انا الاتنين الاولانيين اللي هما ايه و سي دول برا لان يبقى فضل عندي بي ودي هاخد مين فيهم كمل بقى دلوقتي ما فيش اي اشجار يعني الحرائق رغبات اتحرقت وخلصت على الاشجار وما فيش اي اشجار يعني ما فيش حرائق يعني الحرائق خلص يبقى انا كده في المدارقة التام البسيط يا حبيبي يبقى هاف بيرنت رقم دي رقم حداشر اي هاف انت سين هم نقطة وي ويرتو جزر اه دي الكلام اللي احنا قلنا جملة ماضي بسيط مع جملة ماضي تامي بقى الربط سنس رقم بي اتناشر اي هاف اع نقط اقار سنس اي توينتي اتين هلو قوي ادي سنسة عندي اه عندي سنسة هاي وعندي هاف اه يبقى انا عايز اصرف تالت هلو انا عايز بعد هاف ايه تصريف تالت ماشي يعني هافنج ستطلع بره هافنج هتطلع بره ماشي طيب في الماضي التام طيب يبقى كده مش نفع طيب احنا عايزين دلوقتي هي بين هافنج ولا هاد قالك الفعل هاف لما بيجي بمعنى يمتلك بيجي في الازمنة البسيطة يجي في الازمنة البسيطة انما لو كان هيجي بمعنى يتناول يبقى عايز وقت يبقى يجي في الازمنة المستمرة هو هنا هو معنى يمتلك ايه الدليل ان هو بيقولك كار اي هاف هاد اقار يبقى اللي جي برقام ها ايه اللي هي هاد رقم 13 شي اه نقف هنا بقى الاباسترف از دي بقى الاباسترف اس هي از ولا هاز قالك ممكن تمشي از وممكن تمشي هاز على حسب المعنى اه طب نكمل بقى ونشوف هي از ولا هاز في يومهم لا اقبر ده قالك سيري ييرز ان زيس افترنون سيري ليترز ان زيس افترنون طيب سيري ليترز بيعبر عن عدد مرات حدوث الفعل والزمن اللي انبقى عبر به عن عدد مرات حدوث الفعل له مضارعة تان بسيط يبقى دي بقى هاز ما هياش از ها يبقى دي هاز ما هياش از وبما ان هي هاز بقى يبقى رايتنج بار لانها مش مضارعة مش مضارعة مستمر ووروت ما بتجيش اصلا بعد هاز ولا بعد از يبقى بره طيب اه طب بين رايتنج بتيجي بعد هاز لو احنا اعتبرناها هاز وراتنج بتيجي بعد هاز لو احنا اعتبرناها هاز ماشي طب احنا هنقول ان هي هاز طب احنا هناخد من فيهم هناخد المضارعة التام اللي هو رايتن بس لان ما يذكر على مروات حدوث الفعل احنا بنجي اخد مدرعة التامة البسيط رقم 14 they are angry they are not for us for ages هم غطبانين علشان هم استنونا كتير طيب الفعلة wait بطبيعة الحال ان هو بيجي في الاستمرار لان هو بياخد وقت بياخد وقت طيب بيجي في الاستمرار حلو او طيب لما بيكون عندي بقى فعل موجود في الاستمرار ولوه اثر سيء بيبقى المدارعة التامة المستمر دي احد استخدامات المدارعة التامة المستمر ان ما بيكون عندي فعل في المدارعة ولوه اثر سيء بيدول على الاشمئزاز والضيق والضجر بقى ده مدارعة تامة مستمر طيب هم هنه بيقولك زي ار انجر هم غبانين ماشا سيدي بس تخذ بالك كمان بقى الجملة هنا ماضي ولا مدارعة قال لي ار مدارعة يبقى انا بدور على المدارعة يبقى الماضي هيطلع بره اوتوماتيك الماضي يطلع بره يبقى هادي هتطلع بره رقم اي هتطلع بره وبيها تطلع بره طيب الفضل عندي هاف ويتد وهاف بين ويتنج اخد مدارعة تام بسيط ولا مدارعة تام مستمر لا اخد مدارعة تام مستمر اللي هي رقم دي عشان احنا قلنا للمفاعل ده الحدث ده كده دلوقتي له اثر سيء بسبب الضجر انهم دلوقتي غضانين رقم 15 زي وير انجري زي نقط فور اس فور از جايب برضو عكس الجملة هي فوق كانت مدارعة وتحت بقت وير ماضي يبقى انت هتستبعد المدارعة استبعد المدارعة يعني استبعد بقى شيل سي وشيل دي ارنهم بره فضل عندي اي وفضل عندي بي طيب هناخد من فيهم احنا قلنا اثر للفعل بدل على الدجر والملل اا مدارعة تام مستمر مدارعة تام مستمر طيب ما فيش بقى مدارعة تام مستمر احنا هناخد ماضي تام مستمر عشان وير يبقى هناخد هاد بين ويتل طيب ليه ما ناخدش ويتد اول سبب احنا قلنا استخدم الاستمرار استخدم الاستمرار مع فعل يدل على الضجر اللي شمئزاز يبقى هذا لازم يكون مضارقة تم مستمر ولو الزمن طلع به بقى ماضي هيبقى ماضي تم مستمر تاني حاجة ان كلمة فور ايجس بتدل على طول المدة الزمنية يعني بتدل على المضارقة المستمر تم مستمر رقم 16 he was in hospital because he not had an accident هو كان في المستشفى يعني انت كده في الماضي يعني انت كده يعني انت كده a و b ترميهم برا من قبل ما تكمل حلو فضل عندي رقم c و رقم d هو كان في المستشفى لان هو عمل حدثة ولا ما عملش لا لان هو عمل حدثة عمل حدثة يبقى رقم c طيب يبقى هاد هاد ما ينفعش هاد نقطة عشان المعنى طيب افرض ان هو كان هنا جايب ماضي تم مستمر ماضي تم مستمر اولا المضارقة التام المستمرية ده مش هينفع عشان سبب بوز لو هو كان بقى بدل الهاز بتاعة الفرقم بيه دي يعني هاد كنت اخدها ولا لأ كنت اقول لك اوعا تاخدها ليه؟ لان الفعل هافد بمعنى هي امتلك ما بيجيش في الاستمرار بيجيش في الازمان المستمر انما لو جيب معنى يتناول بيجي في الازمان المستمر يبقى هنا مش هينفع فيها الا رقم سي هاد هاد انزل بقى معاصر السنة دي مش عارف ليه جايب الجملة وعكسها جملة وعكسها عشان يبين المعنى جملة اللي بعدها بتقول لي هي از ان هو في المستشفى انت اخد از 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 ايه او اتعدي منك از يبقى انت كده مضارع يبقى انت كده مضارع طيّر الماضي برا طيّر الماضي برا يعني طيّر رقم سي برا رميها طيّر يفضل عندي ا و بي و دي طيّر نقط اكسي دي عندي طب هو عمل ولا ما عملش حادثة هو في المستشفى يبقى هو كده عمل حادثة يبقى هاز نقط هاد دي هتطلع برا اخرى طيّر يبقى احنا كده طيّرنا سي وطيّرنا دي يفضل ا و بي اخد من فيهم قلتلك بقى ان الحادثة فمش هيقعد يعمل حادثة طول النهار ولا طول الليل ومش هيقعد الحادثة مش هتاخد وقت للحادثة بتحصل في لمحة البصر يعني بتجيش في الاستمرار يبقى كده احنا الحادثة كده ان دي حاجة ماضي بسيط بتحصل في لمحة البصر وكمان الفعل هاف بمعنى يمتلك ما بتجيش في الاستمرار ما فيش واحد هيقعد ويدان يعمل حادثة لنفسه يعني 18 18 I have not this page 4 times and I still don't understand it وما زلت لم افهم انا دلوقتي في المضارعة التام بسيط ولا مضارعة التام مستمر طب انت اللي عرفك ان في المضارعة التام اللي ما فيها هافة هو في هاف يبقى انت عايز تصرف تالت يبقى انا عايز مضارعة التام بسيط او مضارعة تام مستمر طب ليه مش ماضي مش ماضي تام او ماضي تام مستمر يعني كده بيتكلم عن اعلى مرات حدوث الفعل يعني هتاخده مضارعة تام بس ما هوش المستمر طب المضارعة التام بس فين هو هاف يبقى انا عايز التصرف التالت اللي هو ريد اللي هو ريد رقم دي طب طب بالبقى ما بنفعش ليه اولا ريدنج مش هتيجي بعد هاف ريدنج عايز اقام او از او اف طب نوت ريد يبقى مش هتهمش في الجملة انا ما اقررتهمش اربع مرات ولا ما افهمهم هاف ينريدنج هي كمعنى تمشي لانا مقاعدة ما تمشيش ليه علشان على مرات حدوث الفعل اللي عبر عنها المضارعة التام بس طب رقم تسعتاشر ايام ديت تاير انا تعبان جدا اي نقط فور تن اورز اناو وخدت انت فور وفترة زمنية هنا ويبقى انت سيادتك في المضارعة التام المستمر طيب مضارعة التام والرجل بيقول ايام امشي كده في الجملة اكنك ركب عربية كده اي حاجة بص خد بالك منها ايام مضارعة اهي يبقى انت هتطير الماضي برا يبقى انت هتطير رقم ايه برا ورقم دي برا انا عندي مضارعة اهو في رقم بي ورقم سي اخب مين فيهم الرجل بيقولك انا تعبان انا منهك اهو ادي اثر اهو من طول الحاجة كان بيعملها اثر سيء من حاجة كانت بتتعامل يبقى مضارعة التام مستمر يبقى هافين وركن السبب التاني ان كلمة فور ومدة وناو يبقى احنا كده في مضارعة التام مستمر رقم عشرين خب بالك الكتاب السنادي كتاب المعاصر السنادي جايب افكار جميلة جدا بس عايزة تتوضح عشرين بتقولك اي ووز تايرد اه اذا انت دلوقتي اي ووز اقف عند ووز او هتعديها ايو هتعدي ووز ووز دي ماضي يبقى انت الطير المضارعة يبقى طير رقم بي وطير رقم سي ماشي افوضل معي اي ودي فور تين اورز لمدة عشر ساعات حلوة لمدة عشر ساعات يعني انا برضو ده التعبير برضو بيدل على التعب احنا دلوقتي في لقصر سيء من طول المدة فور تين ييرز يبقى انت سيادتك هتختار مين بقى هتختار اللي هي رقم دي هتختار ماضي تام مستمر مع اني ما فيش تعقب احداث خلي بالك ان الماضي التام التامن بيجيش اللي في تعقب الاحداث بس شوفوا الفكرة بقى ان هو هنا الحلس خد مدة فور تين اورز مدة هو ماشي يبقى هاد بين ويركن ما ينفعش هاد ويركن لانه ماضي تام طيب ماضي تام بس الحلس خد وقت الحلس هنا خد وقت مش مخدش ولو اثر سيء نتيجة الحلس اثر سيء نتيجة الحلس بيبقى في الاستمرار رقم واحد وعشرين نوال نوال اخت نوال has studied the best things ذكرت الماضي البسيط but she hasn't studied the present perfect yet هي جملة حل نفسها قبل محله اه يعني بيقول لي مين في دول بيجي في الجملة المنفية بتاعة المضارقة التام لانه بيقول لي hasn't studied hasn't studied يبقى كده احنا مضارقة التام ماشي في النفي بقى مين بيجي يدي طبعا يدviamente هي اللى بتجي من الآخر نفي خد بالك الملحوظة دى يدتي تجى من الآخر نفي وتجى من الآخر مسؤال بمعناى انت مخلصتش وانا باسأل انت لسه نخلصتش ليه يعني باسألك بقول لي انت خلصت وانت لسه شغال لسه مخلصتش يبقى Stir the ask د responsible في حالة ان الفعل لسه مستمر طيب مع المضارقة التام واردي بتيجي في السؤال برضه مع المضارقة التام بس امت بقى في حالة ما تكون انت خلصت وانا بتعجب ان انت خلصت بسرعة خد بالك من الملاحظ دي رقم 22 we haven't traveled by terrain نقط years haven't traveled المضارقة التام years عدد السنوات عدد السنوات بيجي بعدها بيجي قبلها 4 ماينفعش اخد سنس هنا سنس بيجي بعدها اسم السنة انما عدد السنين بتيجي بعده 4 23 I haven't seen the new adventure film انا ما شفتش الفيلم المغامرات الجديد اه ده جملة منفية وعازمين في الاخر اللي بيجي في النفي برضو يت طيب احمد not london he is going to return he is going to return احمد زهب الولندن وهو سوف يرجع الى القاهرة الاسبوع القادم يعني الاستاذ احمد دلوقتي زهب ولسه مرجعش لو هيرجع الاسبوع القادم يعني زهب ولم يرجع يبقى has gone to كلمة has gone to معناها زهب ولم يرجع انما has been to يعني زهب وعاد ورجع يعني زهرة كلمة زهرة اللي هي has been to اللي جابة بتاعتنا has gone to يعني زهب ولسه مرجعش 25 كريم has been really good at english not he went has been ادي مضارة و ادي he went ماضي من اللي يربط بقى هنا وزي ما قلتلك بقى جاء ثلاثة جمل على الحد دلوقتي يبقى sense sense اللي بتربط مضارة تام مع مد بسيط special cases رقم 26 اي نقط for collections of short stories by master شديد اه عايزي اقول ان انا انا اقريت اربع قصص اربع مجموعات من القصص الكثيرة طيب ده يدل على مرات حدوث الفاعل على مرات الحدوث الفاعل يبقى المضارة التام البسيط يبقى have red اللي هي رقم 20 طيب ايه بره لانها مستمر بتجيش مع عدد مرات حدوث الفاعل طيب وكمان بره ليه لان هزمة بتجيش مع i ودي بره لان هزمة بتجيش مع i طيب وhave being reading مش هتنفع ليه لان احنا ذاكرين عدد مرات حدوث الفاعل يعني عدد مرات حدوث الفاعل لان تجيش مع المضارة التام المستمر تجيش المضارة التام البسيط 27 for the last three days i not a collection of short stories by mr shedeed and i am really enjoyed it time نشوف i عندي الدمير i مش هيجي معاه هذه برقم a بره ورقم d بره فضل عندي c و b هو مضارة مستمر ولا مضارة تام بس a collection of short stories وهو بيقول لك انا قريبت بجموعة من short stories and i am really enjoying it طيب هنا متذكر على مرات حدوث الفعل لكن هنا ذكر ان الفعل لسه مستمر الفعل مخلص الرجل بيقر مجموعة كاملة ولسه بيتمتع بيها بيقول i am enjoying يبقى احنا كده مضارة تام مستمر يبقى رقم b have been reading 28 how long how long how long how long i wish it up stop ah حدث ولو اتمنى بقى ان هو يخلص يا شيخ دا زفقني دا راجل ممل يبقى كده في المضارة التام المستمر المضارة التام المستمر كم طول المدة التي نطرتها؟ هتمنى انها تنطر يعني هي وزهق من عملية التمتير يبقى رقم بي 29 عمر نوت ان اباند سنس 2011 يعني عمر بيقولك ان عمر عزف في الفرقة من 2011 ودلوقتي ما زال عزف الرئيسي في الفرقة عزف الرئيسي في الفرقة مضارة مضارة يبقى احنا عايزين نتكلم في المضارة تحت وهم هو جايب للرجل جايب للمضارة كله وقايب لي ان الفعل مفرد كله مع كله عشان عمر مفرد وقايب لي سنس بقى يا حلو وسنس دي بقى مضارة تام يبقى بليز تطلع بره رقم ايه تطلع بره ورقم دي تطلع بره فضل عندي بي و سي هو الحالس مستمر لو لمش مستمر طبعا الحالس مستمر الرجل دلوقتي بيقولك اس مستر فيولانتس طبعا الحالس مستمر يبقى يعني الرجل ما زال بيعمل في الفرقة دي تلاتين تلاتين بتقول لي انظر someone at that window حلوة انت لازم تعرف ان كلمة someone و something وanyone وanything و somebody وanybody والكلام ده كله اي كلمة اي كلمة فيها one و sing و body تعامل معاملة المفرد لكن الضمير بتاعهم لو جاء الضمير بيبقى الجامع تعامل معاملة الجامع طيب هنا مفرد someone مفرد اه مفرد طيب يبقى انت طلع المضارع و طلع الجامع برا يبقى انت طلع لك cd half broken d برا خالص طيب تانى حاجة الفعل break يقصر دي ما بيجيش في الاستمرار ما بيجيش في الاسنان المستمرة ماشي ما بيجيش في الاستمرار طيب يبقى انت هتطلع على رقم c برا طيب هو قصر ولا ما قصرش هو قصر يبقى هتطلع d برا يبقى فضل b اللي هي has broken 31 I know نقاط مستر حسن 4 years اعرف مستر حسن منذ سنين 4 years علامة العامة المضارع التام ماشي طب مضارع تام يبقى انه تطلع برا رقم a و بي هتطلع برا لان الجملة مجهول لان كده الرقم b دي مجهول والجملة معلوم وعايز يقولك انا اعرف نصر حسن طيب يبقى عندي كده طلعت b برا وطلعت a برا فضل c و فضل d طيب هو الفعل انه بيجي في الاستمرار لا يا حبيبي ارجع ما بيجيش في الاستمرار بيجي في البسيط زي have وزي verb to b يبقى انا هاخد have نون رقم c 32 يقول i not my grand parents many times this year حلو او ذاكر على دلوقتي i مش شاتيجة طبعا مع وز هتطلع برا وز رقم b وفضل عني ثلاث حاجاتهم a و c و d طيب وجايب many times على مرات حدوث الفعل يبقى انا في المضارع التام البسيط يبقى have visited رقم a طبعا الجملة معلوم ما هيش مجهول يبقى رقم دي هتطلع برا طيب مذاكرا على مرات حدوث الفعل يبقى رقم c تطلع برا المضارع التام المستمر هتطلع برا فضل المضارع التام البسيط بس رقم a 33 not have you been studying english not have you been studying english have you been studying ده مضارع التام بتسأل عن المضارع التام بايه طبعا ما بسألش عن نوب when طيب مال بتسأل ولا باب how long ago when how long ago يسألوا عن الماضل بسيط عرفهم كده when he how long ago يسألوا عن الماضل بسيط طيب و how much كامل كمية يبقى فضل عندي how long اللي هي رقم a 33 رقم a 34 نقط did you start studying english ده كده زمن ماضي بسيط did you start ناشي يبقى ينفع اسأل عنه how long ago و ينفع اسأل عنه بوين ولأول جملة وقع فيها كتاب المعاصر انه وجاب ايجابتين الصح ما فيش وحالة تنفع الزيالة عن التانية مش هقولك خدر هاولونج اجوه اصلاها اقوى ولا وين لا مش هخدعك هم الاجابتين صح خلاص الاجابتين صح هاولونج اجوه هي وين ماشي ضعي و هاولونج بتاعت المضارع التام اللي لاش دعوا بها وهو ماتش كامل كمية يبقى الاجابة ممكن تبقى بيه وممكن تبقى ديه ما حدش يقولك يتفزلك لك بقى زي ما انا شفت على النت كده ان لا ده هاولونج ديه احسن من وين ولا وين احسن من هاولونج مفيش الكلام ده انت بتتعمل مع لغة الاتنين دلوقتي صح ودي غلطة من الكتاب ومعلفين الكتاب خمسة وتلاتين يو نعت يور روم فور مور زان اور وين اون ايرس ويل يو فنش اه 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 ده فعل وبيدل على الشمئزاز اه اه يعني ابوس ايديك خلاصي بقى انت انهي بقى طيب وين اون ايرس ويل يو فنش ده تعبير عن الشمئزاز وضجر ومن حلس مستمر طيب يبقى احنا عايزين زمان المضارع التام المستمر هو اللي بعبر عن القصة دي يبقى هاولين كلينيند طيب كلين دي مش هتنفع عليه ما احنا قلنا بقى ده حلس مستمره ولو اصري يبقى الثلاثة دول مش هينفعه رقم ستة وتلاتين زبرزنتر المقدم البرامج فور تو اورز ومدة ساعتين ايوش هي والسطوب اه برضو نفس الحكاية الراجل بقى قاله ساعتين خوة دماغنا وعمل يتكلم يديش 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 وبردو لسه مخلص يا راجل خلي يخلص بقى يبقى انت كده في مضارع تام مستمر مضارع تام مستمر فين هو بقى اللي هو هاس بين توكنج رقم بي مش اخد طوك ده كمان اللي بص بقى اللي بقى مش هاخده ليه طوك ده مش هاخده طوك ده مش هاخده عشان ماضي وهو بيقول لي اي ويش اتمنى دي مضارع طيب يبقى جملة مضارع يبقى ناشتشيل الماضي طيب ايه ستوكينج اتحدث برضو دي انه مضارع مستمر ماشي بس مضارع مستمر اللي فور تو اورز ده مستمر طول المود دهو بس فيه اثر اهو بيقول لك اي ويش هي ود هي ود سطوب والسطوب طيب سبعة وثلاثين ذا فلات is now ready to be furnished الشقة دلوقتي جاهزة ان هي تتفرش اي نقط ات اي نقط ات اي نقط ات بص بقى في الاجابات بتاعت اي بنت ات ولا اي هاد هو رجل اللي بيقول لي از فوق بيقول لي از زا فلات از يعني كده مضارع يبقى انت هتشير رقم بي اي كده هتشير رقم اي بي اما تشير رقم بي هيفضلك اي و سي و دي طيب هي الحلس خلص اللي اتفرشت ولا لسه اتفرشت يبقى الحلس خلص و انتهى ولا لسه حلس خلص و انتهى انتهى دلوقتي اه دلوقتي هي جاهزة بقى دلوقتي يبقى لما حلس كان في الماضي و خلص دلوقتي توا يبقى ده المضارع التام البسيط يبقى هاف بينتد طيب ثمانية وتلاتين نعد كلاب بي فور نعد كلاب بي فور يعني هل انت كنت في النادي ده قبل كده طيب اتك كنت في النادي قبل كده ماشي نشوف بقى بفور دايا ما بتجي في الاخر كده بتبقى على عامات المضارع التام طيب فن المضارع التام هنا اللي هو رقم ايلي هو رقم ايه اللي هو هافيو بي. هافيو بي. رقم اي. طيب. بقى كله طبعا رقم سي دي ان مبنية المجهول مش هاخدها. طيب. ورقم بي برضو مستمرة مش هاخدها. طيب. ورقم دي مضارع مش هتنفع بقى مع بفور لان بفور قلناه مضارع تام. دي مضارع بسيط. رقم تسعة وتلاتين. رقم تسعة وتلاتين بيقولي الشي نقط الليفربول اول هيرلايف. اه. يعني هي عاشت كل حياتها عايشة كل حياتها اه في الليفربول. طيب. والحالس انتهى ولا ما انتهاش? لا الحالس ما انتهاش هي لسه عايشة. لسه عايشة هناك. مقلش موفد انتقلت ولا الا اللي ضايت ماتت. لا ده هي لسه عايشة. طيب. يعني الحالس لسه مستمر. ماشي. مستمر ده فين بقى? مستمر يبقى اللي هو آآ هاز بين ليفنج. هاز بين ليفنج. ده حالس مستمر. يبقى الإجابة رقم بي خد بالك ممكن أقول لك إن سي تنفع برضو has lived all her life has lived all her life يعني هي عايشة حياتها كلها ماشي لأنه ما مذكرش هنا هي ميتت ولا انتقلت ولا إيه يبقى الإجابة عندي الأصح هنا هتبقى رقم بي مع إن ممكن بي و سي بس الأصح هنا هتبقى رقم بي لإيه بقى السبب لعدم ذكر هي حصل لها إيه بالضبط لو قال لي she is still left there يبقى برضو هي يبقى كده مستمر ماشي لو قال لي بقى انتقلت moved انتقلت من مكان لمكان وقال لي ضايد ماتت يبقى كده كان الحالس خلص يبقى كنا ناخد has lived في رقم C رقم 40 أي نقط letters وقال day كلمة all وبعدها فترة يبقى أنت كده في المدارع التام المستمر I wonder when I will finish وأنا كمان أكد لك أهو يقول لك أنا متعجب أنت هتخلص إمتى يعني أنت دايق بقى يبقى تعبير عن الضيق عن فعل يبقى في المدارع التام المستمر وكلمة all day يبقى برضو مدارع التام مستمر ففين بقى اللي هو half been trying half been trying اللي هي رقم E الرقم B 41 I نقط 10 letters to day ألا كتبت عشر خطبات النهاردة يبقى بقى عدد مرات حدوث الفعل يبقى مدارع التام بسيط فن مدارع التام بسيط يعني A برا وB برا لأنه دي مستمر فضل C وفضل D طيب هو أنا اللي كتبته ولا مش أنا أنا اللي كتبت يعني الجملة معلوم اللي مجهول الجملة معلوم يبقى C برا لأنها مجهول يبقى اللي جابة رقم D يبقى 41 اللي جابة رقم A D 42 إتنوات 14 hours استمرت بيقول لي أنها نقطرت لمدة ساعتين وNOW THE SKY IS CLEAR دلوقتي السماء صافية يعني دلوقتي في نطرة ألا ما فيش لا ما فيش يبقى كده حلاس كان في الماضي استمر الوقت في الماضه وخلص دلوقتي والسماء صافية دلوقتي يبقى أنت دلوقتي في المضارع التام البسيط يبقى HAS RAND طيب تعالي ناخدها بابدل الاستبعاد هي RAND مش هتنفع علي الرقم A لأن الرجل بيقول لي IS CLEAR يبقى مش هينفع ماضي مع المضارع طيب وهاز BEING يا RAND مش هتنفع علي يعني دي مستمر وراجل بيقول لي IS CLEAR يبقى بر وIS RAND برضو مستمر وراجل بيقول لي CLEAR يعني الدنيا مخلصة ناطرة يبقى HAS RAND 43 واربعي هي نقطة أباوت هيرسيلف نانستوب أول إفننج I wish she would stop يا شيخة حرام عليك تخلصينا بقى متلسة هتشتغل ايه ده تعبير برضو عن الدرار والملل I wish she would stop أتمنى ان هي تخلص يبقى كده في مضارع تام مستمر أظن القاعدة دي تفاهمت بعدها جعلها قبل ستة أسئلة وقاعدة الملل والضجر دي يبقى HAS BEEN TALKING رقم C HAS BEEN TALKING ده المضارع التام المستمر 44 تزا فرست طايم أي نقطة زا سكيتبورد تزا فرست طايم أي نقطة زا سكيتبورد طيب كلمة بيقول لي تزا فرست طايم برضو دي أول مرة أنا أشوف فيها السكيتبورد طيب الفعل C يعني يرى ما بيجيش في الاستمرار ما بيجيش في الاستمرار حلو أول يبقى HAS BEENG SING دي هتطلع بره رقم B طايم وSO ماضي هتطلع بره لأن احنا في المضارع بيقول لي اتز طايم هي بقى C ولا HAF SING C ولا HAF SING C مش هتنفع طايم يبقى الإجابة HAF SING لأن تزا فرست طايم تدل على أن انت ما عملتش حاجة دي قبل كده خالص يبقى HAF SING خمسة أربعين I not my friend is for ages عايز يقول أنا لم أرى صديقي منذ عصور طايم الجملة دي مش مظبوطة ليه مش مظبوطة هقولك ليه مش مظبوطة احنا لو خدنا الفعال على أنه يرى يبقى بيجي في الأزمنة المبسيطة ما بيجيش في الاستمرار ولو خدنا على أنه يقابل يبقى بيجي في الاستمرار ماشي تعال نشوفها هي معناها ايه أنا لم أرى صديقي منذ عصور ولا أنا لم أقابل صديقي منذ عصور المعنى يحتمل الاثنين لو خدتع لأنني لم أرى صديقي منذ عصور يبقى أنا كده عايز مطارعة تام بسيط لأن الفعالة C معنى يرى بيجي في البسيط في البسيط فين يبقى HAF SING يبقى HAF SING يبقى HAF SING الاول رقم A DID دي بره DIDN'T بره وHAVEN'T DIDN'T بره ماضي وماضي بفور أجز دي بتاع مطارعة تام يبقى DIDN'T دي بره وHAVEN'T BEEN SEEING دي موجودة معايا طيب وAM NOT SEEING هنشوفها بقى هتملق إيه رقم لو أنا خدتع لأنها C يرى يبقى رقم C مش هتنفع لأن فعال فيربيتو B ما ميجيش في الاستمرار بمعنى يرى ولا رقم D تنفع لو معنى يرى برضو مش هتجي في الاستمرار طيب طيب يبقى الإجابة عندي هتبقى رقم B لو هو معناه يرى لو معناه يرى طيب لو معناه يقابل يبقى يجي في الاستمرار لو معناه يقابل يجي في الايه في الاستمرار طيب في الاستمرار يعني haven't been seeing رقم C دي هتنفع ماشي طيب رقم D مش هتنفع لأن الرجل بيقول لي for ages يبقى أنا الجملة دي لو خدتها بمعنى يرى يبقى الإجابة بيه رقم B هي الصح ولو خدتها بمعنى يقابل إجابة رقم C هي الصح طبعا دي تاني جملة الكتاب يقع في الغلط فيها والناس مش نقصة دربكة لازم لازم تسحل النقط دي رقم 46 I not on this essay all evening all evening وفترة زمنية يبقى من ضرعة تم مستمر فين هو اللي هو have been working طيب طيب نشوف البقى غلط ليه ليه ماخدتش ماضي بس انت عندك ام يا حبيبي هناك مضارة يبقى ما تنفعش was working ماضي وام مضارة يبقى ما تنفعش طيب have worked طيب ما تعال بقى ما احنا بقول all evening جاء لأول حاجة تاني حاجة ما سابقش قالك I am still to write وانا لسه عم ما لاكتب يا عم يبقى كده الفعل الخلص او المخلص لا الفعل المخلص يبقى رقم دي تطلع بره يبقى اللي يبقى عنده رقم بي 47 I not had six cups of coffee today اذا كان عادت المرات حلص الفعل يبقى مضارة التام بسيط مضارة التام بسيط يبقى have drunk have drunk يبقى 47 have drunk 47 have drunk 48 has some done all the washing up يوم ما يجيلك سؤال يعبر عن الدهشة في المضارة التام يبقى انت عايزه في اخره already ليه already بتعبر عن الدهشة في السؤال في المضارة التام وازبال انت ادراها عظيم يبقى already دب ليه ما اخدش يت لانه already في الاصل بتعبر عن ايه عن الحدث خلص قبل ما انت قبل ما تكون متوقعه متوقع خلاصانه انهاءه يعني انت متوقع ان اللي هي تخلص في الساعتين هي خلاص في عشر دقائق يبقى انت كده هتقول already طيب لو الحدث لسه مخلص هتقول yet هتسألها بقى اسلوب استفهمها عادي يعني تقول لها هنو انت خلصت ولا لسه yet لسه مخلصتيش ثم تردها هي تقولك لسه مخلصتش 49 great news اخبار عظيمة اخبار عظيمة يو نوعات زي competition الفعل win يفوز ما بيجيش في الازمانة المستمرة رايح دماغك الفعل win فيها فعل كده ما بيجيش في الازمانة المستمرة زي الفعل finish زي الفعل start زي الفعل win زي الفعل have زي الفعل verb to be ما بيجيش في الاستمرار ماشي زي الفعل break دي افعال كلها لحظية طيب يبقى انا عايز بقى one دي هتيجي في المضارقة التان بس طيب ليه مضارقة التان بقى ما بيقولك great news حدث ولو اثر قد الاصر اهو great news دي الاصر بتاع الحدث طيب يبقى انا شلت رقم دي برا عشان الاصر موجود بتاع الحدث haven't won ما تمشيش في المعنى مع جريت news فضل عندي رقم اي ورقم بي وانا قلتلك ان من الاصر فعل win ما بيجيش في الاستمرار يبقى رقم ايه رقم خمسين علي not his wife since he was a child منذ ان كان طفل برضو الفعل no ريح دماغك ما بيجيش في الاستمرار يعني انت اول ما تشوف no على طول عينك على المضارقة التان بسيط طيب نشوف فقى الاختيارات بقى was known ده مبنى المجهول والجملة عندي معلوم طيب since بتاع المضارقة التام كمان يعني كده كده was known دي برا الماضي برا يبقى انت عندك المضارقة التام طيب has been known مبنيا المجهول برا طيب has been known و has known يعني هو عرف زوجته ولا هو عرف زوجته لا هو عرف زوجته منذ ان كان طفل طيب يبقى الاجابة رقم ايه اللي هي has known طيب مش اخب به ليه لانه هو ما بيجيش في الاستمرار اصلي واحد وخمسين واحد وخمسين it is more than 40 years since i traveled abroad it is more than since i traveled abroad it is ومدة since والموضل بسيط يعني يقولك it is more than اكتر من 40 سنة منذ ان سافرت الى الخارج يعني معنى الجملة ايه معنى الجملة يعني انا ما سافرتش الخارج منذ 40 سنة طيب نشوفوا المعنى كده بيقول ايه بقى رقم ايه i haven't ever traveled abroad انا ما سافرتش قبل كده لا طبعا غلط طيب رقم ايه اتنين رقم بي بتقول لي i have traveled انا سافرت عبرود 40 years ago منذ 40 سنة i have طبعا كده الجملة من تركيبتها القواعدية غلط have تصريف ثالث يعني كده مضارع تام ازاي يجي مع اجو يبقى كده الترجيبه غلط شيل اجو انا هقولك اوه دي صح رقم c i lost traveled ايو كده عدل نفسك يعني في الجملة بيه ياما يشيل اجو ويسيبها مضارع تام ياما يشيل have traveled ويخلىها مرة بسيطة عشان اجو زي ما هو عمل في رقم c i lost traveled abroad كده مرة بسيطة اهو ومع اجو يبقى كده انه مضبوط طيب يبقى الجملة رقم c دي غلط لي بقى i have traveled abroad for 40 years يعني انا سافرت لمدة 40 سنة ده الرجل يقول انا مسافرتش لمدة 40 سنة بقى ل 40 سنة مسافرتش يبقى الجملة رقم c 52 this is the six email انت بتكلم عن عدد المرات بتكلم عن عدد المرات six emails عدد المرات يبقى انت عايز مضارع تام وبسيط طيب فين اللي هو i have sent today رقم a يبقى 52 رقم a المر رقم b have been sending لا ما بتكلم عن عدد المرات ما مجيش مستمر يبقى مع السلامة طيب i had sent ده ماضي وراجل بيقول لي is this is يبقى هاد مش هتنفع ماضي مع this is مضارع بسيو بيه طبعا غلط يبقى اللي جاب رقم a 53 i started to know بدأت ان اعرف my neighbor when we moved into this flat عندما انتقلنا للشقة رقم 10 years ago 10 years ago لهذه الشقة منذ عشر سنوات time يعني مع رقم اي بقى بتقول له i have been knowing انا اعرف نونجا مجيش في الاستمرار يبقى كده غلط i have known for i have known my neighbor i have known my neighbor for طبعا بيجيش بعدها اسم السنة كان لازم يذكر هنا عدد السنوات يبقى كده غلط لو كان جاب sense كانت تبقى صح طيب رقم c i have been known طبعا اه هي مش جملة مش مبنية للمجهول وهي الجملة فوق معلوم يبقى كده الجملة مجهول لأ طيب رقم دي i have known my neighbor since 2012 اه هي دي لان المدارة التامة هو ومع sense واسم السنة مظبوطة كده رقم d يبقى 53 رقم d 54 i was on the ground انا كنت على الارض just after the finishing line out of breath طيب يعني معناه كده ان هو كان بيعمل حاجة وخلص لسه من خلصنا دلوقتي قطع النفس بعدها يعني كان خلاص النفس قطع بعدها ماشي يعني كان عمل حاجة ولها اثر دلوقتي ايووز ايووز كده ماضي يبقى هف بره رقم a بره ورقم b بره فضل عندي c وفضل عندي d الحالس خلص يبقى المستمر الرقم c بره يبقى فضل الرقم d هي اللي صحب يبقى ايه هادرا تين كيلو مترس 55 ايام انزق نفسي بره ايام بدل وز فوق بقى ايام تحت يعني انت هتستبعد على طول دلوقتي الماضي انتائر الماضي يعني انتائر d وانتائر c انتائر d وانتائر c والحالس منتهي يبقى انتائر برضو b انتائر b ليه لان الحالس منتهي انتائرها الحالس منتهي مش هجيه في الاستمرار الرقم b مستمرها مش هتنفى يبقى اللي جاب رقم d وبكده نكون خلصنا الارس الواحدة السبعة القواعد في الكتاب المؤاصر مضارع التام البسيط مضارع التام المستمر وما تنساش تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس عشان يجيلك بقية الكتب وما تنساش برضو تعرف ان على القناة موجود جلس في حال كتاب العمالكة وكتاب my new friend وان شاء الله هيكون فيه كتب كتير وفعل الجرس اهم حاجة عشان يوصلك كل اشعار بكل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا 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 شكرا